بات العراق يواجه أزمة جفاف متفاقمة بسبب التغيرات المناخية والإهمال الحكومي الذي بات يمثل العامل الأكثر تأثيراً في الأزمة وهو ما يتجلى بوضوح في بحيرة الحبانية بمحافظة الأنبار هذه كارثة سوف تصبح والقطاع الزراعي مهدد بالإنتاج والخطة الزراعي لحد هذه اللحظة لم تكون واضحة والشتاء والموسم على الأبواب فيجب التحرك سريعاً لإنقاذ القطاع الزراعي والسياحي في العراق وبحيرة الحبانية خصوصاً المزارعون من سكان المناطق المحيطة ببحيرة الحبانية يشكون من تداعيات الجفاف الذي بات يهدد ليس فقط أراضيهم ومواشيهم وإنما صحتهم وصحة عائلاتهم كذلك يعني المي قبل كان يصعد للشارع حس أكثر سنة هاي تأذين بيها بسبب قلة المياه ونزول قاوة بالمي يعني الأمراض نعاني من الأمراض أمراض جلدية يعني طب حس للمنطقة وشوف الأمراض اللي بيها الأمراض الجلدية ومنذ بدأت أزمة الجفاف في العراق وهي تتفاقم سنة بعد السنة حتى وصلت حداً يهدد بالقضاء على مظاهر الحياة والزج بالعراق إلى احتمالات لا تحمد عقباه السنة نزول مو طبيعي وسببنا كوارث هذا النزول قطع أرزاق أربع تالاف إلى خمس تالاف عائلة مع التلوث بالمي والمي بعد حتى هو قيل صالح للشرب منتين منها بس حتى غسيل ما نقدر نغسل به ولأن العراق تحكمه نخبة سياسية فاسدة فإن آخر ما تهتم به تلك النخبة هو مصالح العراق ومستقبل أبنائه لتكون أزمة الجفاف واحدة من الأزمات العديدة التي فاقمها الفساد في عراق ما بعد الاحتلال